موسيقى رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التموين الاستعدادات لشهر رمضان المعظم مصر وسلطنة عمان توقعان عددا من الاتفاقيات خلال اعمال اللبنة المشتركة الامم المتحدة تدعو اسرائيل لمنع قناصيها من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في قطاع غزة موسيقى السامنة مساء بالقاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مع وضع نشرة اخبارية جديدة ترتيبكم من قناة الميل اهلا بكم الى تفاصيل الامداء اهلا بكم والى تفاصيل الاخبار اكد رئيس الوزراء مصطفى مدولي على ضرورة توافر السلع الاساسية وكذا الرقابة المستمرة بما يسهم في ضبط الاسواق جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير التموين علي المصنحي لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المعظم وكلف رئيس الوزراء بسرعة تفعيل البرتقول الذي سبق توقعه بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بما يسهم في زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين واضاف وزير التموين انه تم توقع البرتقول بين الوزارة والاوقاف لاعداد شنط رمضان وتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجا وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومدريات التضامن الاجتماعي اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ضرورة اتخاذ خطوات فورية لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلادي مليون مواطن افريقي من فيروس سي بالاضافة الى علادي ديوف مصر من الاخوة اللابئين ووجه مدولي بالتنسيق بين وزارتي الصحة والخارجية والجهات المعنية في الدولة لضمان التنفيذ السريع للمبادرة جاء ذلك خلال اقتماع مدولي مع وزيرة الصحة والسكان هالة زايد لمتابعة تنفيذ تكلفات رئيس الجمهورية وفي السياق ذاته اشارت وزيرة الصحة الى وجود مخزون من البان الاطفال يصل الى ستة ملايين علبة تغطي احتياجات اربعة اشهر قادمة بعد ان كان المخزون يكفي ستة ايام فقط كما اكدت توافر كافة الادوية الحيوية بكميات كافية اعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الاتصالات في كل من مصر وروسيا وتوسيع التعاون في مجال التكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واضف مدبولي خلال لقائه وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي كونستانتينين تونسكوف ان مصر تخطو خطوات مهمة ومتسارعة في مجال الحكومة الالكترونية وما كانت الخدمات مشينا الى حرص الحكومة المصرية على مواكبة احدث التطورات في مجال التكنولوجيا وما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة من جانبه قال وزير الروسي انه استحب معهم ممثلين عن اثنتين عشرة شركة روسية تعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات وامن المعلومات ومن المأمول ان تشهد الفترة القادمة تعونا واستثمارات روسية في هذه المجالات نفع المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات قد تؤدي الى بلبلة الرأي العام واثارة غضب المعطنين ونشر المركز وسائل الاعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات ترجمة نانسي قنقر وقعت مصر وسلطنة عمان عددا من الاتفاقيات خلال اعمال الدورة الرابعة الرابعة عشرة لللجنة المصرية العمانية المشتركة برئاسة وزيرية خارجية البلدين سامح شكري ويوسف ابن علوي وشارك في اعمال اللجنة وفد البلدين من ممثل العديد من القطاعات الحقومية حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وصول تطويرها واكد البلدان مجددا تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار والهدف الى ترسيق اسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية واعرب الجانبان في هذا الصدد عن تضمونهما مع القضايا العربية العادلة والوقوف ضد كل المحاولات الرامية الى المساس بالسيادة الوطنية ووحدة الدول العربية وامنها واستقرارها كان وزير الخارجية سمح شكري قد بحث مع نظيره العمني يوسف ابن علوي العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك واكد شكري تاريخية وعمق العلاقات المصرية العمانية وحرص القاهرة على تطوير تلك العلاقات لأفاق ارحب من جانبه اكد ابن علوي تطلع مسقط لاستمرار التعاون والتنسيق مع مصر لما فيه من خير ومصلحة الشعبين الشققين كما بحث شكري مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العمني اوجه التعاون القائم بين البلدين الشققين في العديد من المجالات ومناقشة الامور ذات الاهتمام المشترك وينضم الينا هاتفيا سعدة السفير رخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق سعدة السفير بعد التحية كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية العمانية خاصة بعد زيارة الوزير سامح شكري لسلطانة عمان وأن سلطانة عمان دولة ذات تاريخ عميق ودولة غنية بمواردها ولم تصل العلاقات إلى المستوى المطلوب في المجال التجاري والاقتصادي في الحقيقة زي مرشد عمان دولة دائما لها علاقات جيدة مع مصر وعلاقات لم يشبها شوائب على مدعى الفترة منذ تبادل العلاقات بين الدولتين الشقيقاتين دائما هناك تعاون سواء من خلال الجالية المصرية الموجودة في عمان وتساهم في عملية التنمية بالنسبة للتشاور في المسائل السياسية لأن عمان لها دبلوماسية خاصة جدا وهي دبلوماسية النحية بالنفس عن المشاكل نحن تفض بعلاقات جدا مع دول مجلس التعاون وفي نفس الوقت مع دول الجوار سواء إيران أو تركيا أو غيرها بالتالي هنا ده يساعد أن دايما يكون لها دور ويكون في التشاور سياسي بينها وبين مصر على مستوى العلاقات السنائية زي ما أشرت في عدم نحتاج إلى تنمية هذه العلاقات في مجال التعاون في مجال النقل للصحة مصائد الأسماك لأن عمان غنية بمصائد الأسماك منطقة يتبقى فيها طيارات أحرية مختلفة بالتالي فيها أنواع جيدة من الأسماك وممكن التعاون في هذا المجال بالنسبة أيضا لبعض الصناعات بالنسبة للصناعات المصرية ولكن بنلقى منافسة جديدة من جانب دول أخرى سواء عندنا في الهند عندنا فاكستان عندنا الصين عندنا جنوب شرقية أسيا وإندونيسيا إندونيسيا لها علاقات مع دولة عمان أيضا بالنسبة للمشاكل العربية المشاكل العربية دائما عمان بتلع بوري جديد سواء في الآزمة اليمنية في الآزمة السورية أو حد ما في الآزمة الليبين فبالنسبة لل comida السورية ممكن جدا أنها تلعب دور مع الموقف السعودي من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية حتى يكون للدول العربية دور في حل الآزمة السورية في مرحلة إعادة المعرفة أيضا بالنسبة للأزمة اليمنية اليمن مجورة لها وفي مشاكل اليمن بتنعكس على عمان من اللاجئين والعمليات الاضطرابات اللي موجودة في اليمن فممكن جدا برضو تأثيرها مع مصر على الدول الأخرى يعني هل معالي الوزير هل ده معناه أنه زيارة الوزير سامح شكري لعمان وتوقيع هذا العدد من الاتفاقيات هذه زيارة ممكن أن تكون بداية لتعاون أكثر عمقا وثراءا بين مصر وعمان ده في الحقيقة لأن اللجنة المشتركة لم تأقد من مدة يعني كان تبعارة المدة بين آخر المدة إلى الآن بعلها أكثر من 8 سنين 9 سنين ربما أكثر لم تأقد اللجنة محفوظ اللجنة تأقد دوريا على كل سنة أو كل سنتين فبالتالي إناقاد اللجنة بيرسي مزاكرات التفاهم دائما تحتاج إلى تفعيل بمعنى أنها تحتاج إلى تتحول إلى اتفاقات لأنها مزاكرات التفاهم بإسمها بعبر عنها أن مجرد تفاهمات على هذه الموقعات حتى تتحول إلى خطة عمل وبالنمج لابد أن تكون اتفاقية ولها هيئات تنفيذية في الدولة فبالتالي دي بداية جيدة جدا يعني البداية تعيد العلاقات حيويتها ونشطها والتعاون أيضا في مجال العربي وبالذات قبل القمة العربية التي ستنعقد في تونس في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي شهر مارس الحالي أنا بشترك شكرا جزيلا سعادة أسافي رخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجي الأسبق أفادت وزارة الداخلية بأنه ورد إلى مركز شرطة يوسيم بلاغ يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيارة نارية بطريقة عشوائية تجاه المرة أصفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل الوقعة وتبين قيام المدعو محمود ميمسين البالغ من العمر 36 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز قام بإطلاق أعيارة نارية من مندقية آلية كانت بحوزته تجاه المرة بالقرب من كبر الصفيرة بدائرة المركز ما أصفر عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين حيث قامت القوات بمبادرته إطلاق النار ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج نظمت أكديمية الشرطة بالتنسيق مع قطع الأعلام والعلاقات يوما كاملا تعايش خلاله أكثر من أربعمائة شاب وفتاة يمثلون إحدى وأربعين جامعة مصرية مع طلبة قلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين الحربية والبحرية يأتي هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعمق أواصر الود والتلاحم ومد جسول التعاون والترابط بين شباب الوطن الواحد يوم كامل قضاه أكثر من أربعمائة شاب وفتاة يمثلون إحدى وأربعين جامعة حكومية وخاصة والمحافظات الحدودية بين جنبات أكاديمية الشرطة مع أقرانهم من طلبة قلية الشرطة وأبو مشاركة من طلبة الكليتين الحربية والبحرية بدأ بمحاضرات داخل قاعات الدرس تجاور فيه الجميع معا مستمعين إلى دروس تثقفية ودينية وتوعوية من علماء وفنانين وأساتزة وأهالي شهداء ومصابين تم تكريمهم الفكرة في الحقيقة فكرة متألقة أثني عليها ثناء تاما تتيح لأبناء الجامعات المصرية المختلفة والشرائح الشبابية المختلفة أن يعايشوا عن قرب الطريقة الدقيقة والصناعة الثقيلة التي يتم من خلالها تكوين وصناعة رجل الشرطة الوفي القوي المؤتمن على هذا الوطن علشان بس الشباب يعرف قيمة مصر نحن نتكلم عن مصر وقيمة مصر وإزاي مصر دي في دمنا وفي قلبنا وإزاي نحافظ عليها وأنا قاعدة بسطوم حسد بحاجة جميلة كده وفرحانة أوي 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 إن الشباب دول دلوقتي الحمد لله متجمعين مع بعض فعلا بيخلع حلقة التواصل قوية جدا بين شباب الجامعات سواء جامعة حكومية سواء جامعة خاصة إحنا كلنا أصلا في الآخر هدفنا واحد حلمنا واحد هو ليف حيب بلدنا تقارب وتبادر رؤى بين الشباب فرصة أتاحها هذا التجمع الذي أتاح أيضا لهؤلاء الشباب المشاركة في الطوابير الصباحية لطلبة كلية الشرطة شاهدوا خلالها تدريبات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة السقة واختراق الضحية وجولة بالدراجات الهوائية بيانات عملية شاهدها الشباب أيضا من عمليات الإخفاء والتمويه في بيئات مختلفة ومجمع ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحكاة كمسارح الجريمة والحماية المدنية وأقسام الشرطة والقرية المرورية وعروض الخيالة والرماية بالأسلحة من مختلف الأوضاع حيث أشهد الشباب بما شاهدوه من جهد في إعداد وتأهيل رجل الشرطة شفت كلية الشرطة هنا إزاي بتخرج طالب شرطة على أعلى مستوى من نواحة الثقافية والبدنية إحنا عمرنا ما كنا متخيلين كمية المجهود اللي بيبزلوه هنا من إمكانيات لتدريبات لأجهزة لتقنيات في كل حاجة التزام في الوقت التزام في مواعيد أكل دقة في كل حاجة إحنا كلنا نسيج واحد وإننا كلنا أنا كنت ممكن يكون مكاني في الجامعة فده دليل واضح إن إحنا كلنا حاجة واحدة ونسيج واحد إحنا كطالبة في جامعة سينة طبعاً بالظروف الأمنية وكل ده السرطة فعلاً كانت موفرة لنا كل حاجة وحتى هنا لما جينا فعلاً يعني لقينا لقينا النظام تعاون أنا عن نفسي استريحت نفسياً عرفت مصر فعلاً قوية بشبابها وبأهلها يعني ما حسيتش إن إحنا مثلاً في سينة بعيدين ولا في شمال بعيدين لأ حسيت إن الجيش والشرطة وكلنا يد واحدة حسيت فعلاً إن إحنا محميين من كل الاتجاهات أتمنى إن الكلام ده يعني يجبع فرصة لكل الشعب المصري إن يجيوا يشوفوا المجهود اللي بيبذل في أكاديمية الشرطة هو بيحارب وهو بيحمينا بس أنا برضو لاي مجالي في العلم فإحنا كلنا بنربط بعض ده ضافة لنا بنتجمع كلنا شباب مصر في خدمة مصر بنستفيد ونستفاد بنتعلم وبنعلم العلم من الخلق الواجب أنا شبتم بتجسده بأجمل معانيهم فالصرح بالأمن العظيم ده شباب هم نسيج واحد لوطن عصي على أعدائه فهم عدته وعتاده وذخيرته المستقبلية تلاحمهم معاً هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن وهو هدف أساسي لهذا التجمع الذي يحدث بصفة دورية بحرم أكاديمية الشرطة أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص أكثر من 42 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروسي والأمراض غير السرية في الأول من أكتوبر الماضي ووصل عدد الذين أجلوا الفحص الطبي خلال المرحلة الثالثة من المبادرة التي تشكل سبع محافظات إلى نحو 12 مليون شخصاً أكثر من 42 مليون مواطن تم عمل المسح الطبي لهم منذ بدء مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروسي والأمراض غير السرية وحتى الآن وجاءت محافظة الجزاء من أعلى المحافظة المشاركة من كبر المواطنين وصل لأكثر من مليوني مواطن إحنا بقالنا ثلاثة أيام التردد بتاعنا من أعلى المحافظات إحنا الاتجاه كله والتركيز على صرف العلاج واستكمال الفحوص للمرضى اللي طلعوا إيجابي في السكر والضغط وفيروسي إزاي إن إحنا بنوصل لحد ما هم يتطمنوا على صحتهم والتأكيد سواء إيجابي أو سلبي وإزاي إن هم هياخدوا العلاج من أول يوم وبنأكد طبعاً لكل المواطنين إن كل الفحوص والكشف والعلاج بالمجان لحد أن يتم الشفاء لأي مواطن ومع تواصل عمل لجان المسح الطبي يتم بالتوازي إحالة المواطنين الذين ثبتت إصابتهم بفيروسي أو الأمراض غير السارية إلى المراكز العلاجية لتقديم أو جرعات الطبية لهم بشكل فوري الحالات اللي بيتم اكتشاف أن هي إيجابي بيتم حصرها ومحدد لجان العرض على لجان الكبت والمرضى اللي بيتم اكتشاف أن فيه مريض ضغطة ومريض سكر بيتم العرض على لجان الضغطة والبطنة واللجان السكر بيتم صرف الآلاج بدون أي مقابل ورغب على الوزير الدوة أن جميع الإجراءات اللي بيتم للحالات اللي بيتم عمل سكرينجي لهم جوة حملة 220 صحة بدون أي مقابل حتى صرف الآلاجات المطابعة بتاعتهم من خلال المستشف الإقبال ممتاز يعني في متوسط كده 250 حالة يومية إحنا الغاية دلوقتي من واحد لغاية يوم 18 عاملين 5,475 234 حالة إيجابي وبيتحولوا على الأماكن المعنية بالعلاج المواطنون أثنوا على ما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية طوال المبادرة نكشف عن أمراض علشان ما حدش يعدي حد فدي طبعا ممتازة نكشف وناخد علام وربنا بيشيل الحملة فالحمد لله الحمدنا في الأول عشان نتعالج في الأول ناس كتير كان عندها الفيروس ما يعرفوش يعني واحد عنده حوالي 60 سنة وعنده الفيروس ولسه ما اكتشفوا هي كويسة بالنسبة للناس الغلابة لأن في ناس ما بترفش البكاترة وما تعرفش إيه الحالة اللي عندهم ولو في حاجة بتزهر ويروحوا بيتعالجوا وبعد كده بيحولوا أي تعبال للمستشفى يعني ما بيسيبوهم شي كده ويستمر عمل لجال المسح الطبية على مدار السعب لا كلل أو ملل واستقبال غير عادي من قبل المواطنين بما يؤكد وعيهم الكامل بهذه المبادرة التاريخية التي ينظر إلى العالم أنها التجربة النموذج محمد حلمي أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن الاعتزاز والتقدير البالغ لجهود أبناء مصر الأوفياء أعضاء اللجنة القومية العليا للطابة من أجل استعادة جزء عزيز من أرض الوطن وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تغريدة اليوم على صفحته عبر تويتر قال إن ذلك النصر جاء ليتوج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل في سبيل عودة سيناء الحب وتحتفل مصر باليوم بالذكرى الثلاثين لتحرير آخر قطعة من طراب الوطني من دنس الاحتلال وجاء تحرير طابة بحكم هيئة التحكيم الدولية تتويلا لمعرقة سياسية وقانونية بعد الانتصار المديد في أكتوبر عام 1973 تحرير طابة إنجاز لا يقف عند مجرد تحرير أو استعادة قطعة أرض مهما كانت قيمتها الاستراتيجية لكنه ملحمة وطنية شاهدة على نجاح الدولة المصرية في استثمار إمكاناتها كي تكتب إنجازا تتحدث عنه الأجيال أسوة بما أنجزته مصر في حرب أكتوبر عام 1973 فالمفاوض المصري هزم إسرائيل قانونيا وديبلوماسيا بعد أن انتقل الصراع إلى القنوات السياسية عوامل النجاح في هذه الملحمة مثلت نموذجا لكسب القضايا الكبرى فقد أكدت مصر التزامها بكل الاتفاقات التي وقعتها مع دول العالم وأصبح استرداد طابة مشروعا قوميا أقامته الدولة المصرية على أسس عدم التفريط في أي سنتي متر من الأراضي المصرية كمبدأ مقدس تحرك في إطاره المفاوض المصري على مدار خمس سنوات وضم وفد التفاوض المصري جميع الخبرات المهنية المحترفة في كل التخصصات من جميع المؤسسات المعنية في إطار من التنسيق الكامل بين هذه المؤسسات في حين ظهرت براعة المفاوض المصري في تفهم تحركات وأهداف طاقم التفاوض الإسرائيلي فصول هذه الملحمة بدأت حين أعلنت إسرائيل إتمام الانسحاب من سيناء في الخامس والعشرين من أبريل عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين باستثناء مثلث طابة على رأس خليج العقبة بدعوى أن علامة الحدود المعروفة باسم العلامة واحد وتسعون غير موجودة داخل الأراضي المصرية حرصت مصر على ألا تعرقل هذه المشكلة إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وتشكلت في مايو عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين اللجنة القومية العليا لطابة وأوكل إليها مهمة رئيسية واحدة هي إعادة طابة للسيادة المصرية وقعت مصر وإسرائيل مشارطة التحكيم في سبتمبر عام الف وتسعمائة وستة وثمانين بعد عدم نجاح وسيلتي المفاوضة والتوفيق استطعت مصر حصر مهمة هيئة التحكيم الدولية في نقطة واحدة هي تقرير موضع علامات الحدود الدولية المختلف عليها وليس البحث في إعادة ترسيم خط الحدود كله كما كانت ترغب إسرائيل قضت هيئة التحكيم الدولية بحقية مصر في طابة في سبتمبر عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وانسحبت إسرائيل من طابة ورفع العلم المصري عليها في التاسع عشر من مارس عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين ملحمة طابة تؤكد أن مصر تمتلك من الإمكانات ما يمكنها من التصدي بنجاح لكل القضايا المهمة التي يمكن أن تتعرض لها في إطار معادلة الإرادة القوية مع الإدارة الواعية وهي معادلة ليست صعبة أو مستحيلة مدام الهدف الوطني محددا والتحرك يتم بشفافية ومصداقية ورؤية واضحة دعا محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة إسرائيل إلى منع قناصيها من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين على حدودها مع قطاع غزة وأكد رئيس اللجنة التحقيق الأممية سينتياجو كانتون لمجلس حقوق الإنسان أن على إسرائيل تحقق في إطلاق قواتها النار على أكثر من ستة ألاف شخص مع اقتراب الذكرى السنوية لبدء مسيرات العودة في غزة والتي شهدت سقوط نحو 200 شهيد فلسطيني دعا محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة إسرائيل إلى منع قناصتها من استخدام القوة المميتة ضد المحتجين على الحدود مع قطاع غزة المحققون شددوا على لسان رئيس لجنة التحقيق على أن إسرائيل يجب أن تحقق في إطلاق النار على أكثر من ستة ألاف شخص وهو أمر أكبر بكثير من التحقيقات الجنائية التي زعمت السلطات الإسرائيلية أنها أجرتها بشأن مقتل أحد عشر شخصا وجدنا أساسا معقولا للاعتقاد بحدوث انتهاكات للقانون الإنساني وحقوق الإنسان العالمية وذكرنا ذلك في تقرير مفصل ونطالب مكتب اللجنة العليا لحقوق الإنسان بعرض تقريرنا على المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل غابت عن اقتماع المجلس التابع للأمم المتحدة متهمة إياه بالتحيز اللجنة أكدت أنها بصدد إرسال قائمة سرية بأسماء المشتبه بأنهم مذنبون إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لترسلها إلى المحكمة الجنائية الدولية إن تقريرنا مبني على الوقائع وإذا أرادوا تشكيك في مصدقيته فهم بذلك وشكيكون في الأحداث والقوانين أنا سعيد لمناقشة هذا التقرير أنا لا أنقش قضايا سياسية لكنها حقائق وقوانين ولطالما طالب الفلسطينيون مجلس الأمن الدولي بالخرول عن صمته والدفاع عما تبقى من مصدقيته اتجاه ما يحدث على الأراضي المحتلة واتخاذ ما يلزم من التدبير التي يفرضها القانون الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقاضية الفلسطينية اندلعت اليوم اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المختلة وذلك لقيام قوات الاحتلال بهدم مدرسة في مخيم الشعفيت شرقي المدينة المقدسة بزعم أن المدرسة تم تجديدها دون ترخيص من السلطات الإسرائيلية من جانبهم أكد الفلسطينيون أن أعمال التجديد في المدرسة كانت ضرورية بسبب ضعف أساساتها كانت قوات الاحتلال قد طالبت بإخلاء المدرسة من التلاميذ لتبدأ في هدمها أكد نائب رئيس الوزراء الجزائري رمضان العمامرة أن الرئيس عبد العزيز بوتفريقة ملتزم بتسليم السلطة لرئيس المنتخب من قبل الشعب بكل شفافية وحرية وقال العمامرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف في موسكو أن الحكومة الجزائرية استجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري خارطة الطريقة التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفريقة لتجاوز الأزمة الراهنة ستنفذ في أقصر الآجال تأكيد جديد من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة على أن الأزمة الجزائرية في طريقها للحل قريبا وفي مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الروسية موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف قال العمامرة أن بوتفريقة ملتزم بتسليم السلطة لرئيس المنتخب من قبل الشعب بكل شفافية وحرية والتزم الرئيس عبد العزيز بوتفريقة على أن لا يكون مرشحا فيها بل التزم أن يسلم رئاسة الجمهورية للشخصية التي سيتخبها الشعب الجزائري بكل شفافية وحرية كرئيس قادم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العمامرة لفت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت ستعقد في 18 من إبريل القادم إلى مبعد عقاد الندوة الوطنية الجامعة المستقلة وهي الندوة التي ستحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية معتبرا أن الحكومة الجزائرية تستجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري ترى الدولة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في ظل دستور جديد يشارك الجميع في وضعه سيتم تنظيم هذه الانتخابات من طرف لجنة انتخابية وطنية مستقلة وهذا سيتم للمرة الأولى في تاريخ الجزائر ثم سيفسح المجال للمعارضة للانضمام إلى الحكومة التي ستواكب عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسية عن تأييد بلاده للخطوات الجزائرية أطلعنا زميلون على الوضع في الجزائر أطلعنا على خطط السلطات الأقرب الآجال ونحن نؤيد هذه الخطط ونعول على أنها ستساعد في إطفاء الاستقرار على الوضع في هذه الدولة الصديقة من خلال حوار وطني يستند إلى الدستور الجزائري وبالطبع قائم على احترام القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة من قبل كل الدول المعنية لافروف أكد أن موسكو تتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام وضد أي تدخل الخارجي في الجزائر قائلا إن الشعب الجزائري هو من يقرر مصيره بناء على الدستور العمامر أمن على تصريحات لافروف قائلا إن الجزائر وروسيا تلتزمان بنفس المبادئ مثل احترام استقلالية الدول واحترام سيادتها وعدم تدخل في سؤون الداخلية للدول الأخرى أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العمل السوري الروسي المشترك من العوامل الحاسمة في صمود سوريا بوجه الإرهاب والإنجازات التي تحققت ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى بذلك خلال استقبال الأسد اليوم وزير الدفاع الروسي سرجي شويدو حيث بحث أحدث تطورات الحرب على الإرهاب في سوريا والأوضاع في منطقتين إدلب وشرق الفرات من جانبه أكد شويدو أن روسيا مستمرة في مكفحة الإرهاب إلى جانب الجيش السوري وستواصل تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري لاستكمال تحرير كل المناطق والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها أعلن منتحدث باسم ميليشيات سوريا الديمقراطية أن الاشتباكات مستمرة في معركة السيطرة على آخر جيب للدولة الإسلامية في سوريا كانت ميليشيات سوريا الديمقراطية قد حققت تقدما داخل آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة البغوز في شرق سوريا وحاصرت مسلحيه الرافدين للاستسلام في إطار الحملة العسكرية التي تشنها ميليشيات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة لتطهير قرية البغوز السورية آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في البلاد أعلنت الميليشي أنها حققت تقدما داخل آخر جيب لتنظيم داعش في بلدة البغوز الشرق سوريا محاصرة مقاتليه الرافضين للاستسلام غير أن المركز الآلامي لميليشيات سوريا أكد أن التحرك الأخير ليس إعلانا للنصر ولكن تقدما مهما في القتال ضد داعش المتحدث باسم الميليشيات كينو جابرييل أشار إلى أن تقدم المقاتلين يتباطئ بسبب الألغام والأنفاق والمخاوف بشأن إذاء النساء والأطفال بين المتطرفين سياسيا نددت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا بتصريحات وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب الذي أكد فيها عزم دمشق استعادة مناطق سيطرة ميليشيات سوريا الديمقراطية عبر المصالحات أو القوة العسكرية مشيرة إلى أن استخدام لغة التهديد ضد ميليشيات سوريا الديمقراطية التي قامت بتحرير وحماية كل شمال وشرق سوريا من القوى الإرهابية يخدم فقط القوى التي تعمل على تقسيم وحدة سوريا وبدأ الأكراد خلال الصيف مفاوضات مع دمشق لم تحقق تقدما بعد بينما يقول مسؤولون أكراد إن الحكومة السورية تريد إعادة الوضع في مناطقهم إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع في عام 2011 وهو ما لا يمكنهم القبول به مع رغبتهم بالحفاظ على مؤسسات الإدارة الذاتية التي بنوها تدريجيا ويشكل الأكراد نحو 15% من إجمالي السكان وتعد قوات سوريا الديمقراطية ثاني قوة عسكرية على الأرض بعد الجيش السوري إذ تسيطر على نحو 30% من مساحة البلاد تتضمن وأبرز حقول الغاز والنفط وأراضي زراعية وثروات مائية أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء هجوماً لميليشيا الحوثي في محور كتاف بمحافظة صعدة شمالية البلاد مع أصفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا إضافة إلى تدمير عربتين وفي غدون ذلك منعت الميليشيات الانقلابية رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد من زيارة استطلاعية لميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة تواصل الميليشيات الحوثية أنشطتها المسلحة التصعيدية لتعطيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها حتى دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة من خمس محافظات إلى جنوب مدينة الحديدة والسحل الغربي لليمن في غدون ذلك منعت الميليشيات الانقلابية رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد من زيارة استطلاعية لميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة من جهته اتهمى وزير حقوق الإنسان اليمني ميليشيات الحوثي بوضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لاتفاق السويد الذي مضى أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه برعاية الأمم المتحدة مشيراً إلى أن الميليشيات لازالت تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والخاصة ومنذ إعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سرايان وقف إطلاق النار في الثامن عشر من ديسمبر 2018 بالحديدة إلى الحادي عشر من مارس 2019 وصل إجمالي الخروقات الحوثية المباشرة وغير المباشرة إلى ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين خرقاً أدت إلى مقتل مائة وثلاثة وعشرين مدنياً وستمائة وسبعة وعشرين جريحاً بينهم نساء وأطفال نصتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفصل خلال استقباله رئيس البرازيل جير بورسونارو ترامب يدعم منح برازيليا وضعية حليف غير عضو في حلف الأطلس والآن نتحول في هذه البانوراما لمتابعة لأبرز الأخبار الاقتصادية وملفة المليجي شكراً لك محمد وأهلاً بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال في بانوراما الميل ونتابع فيها وزير مالية يؤكد أن الحكومة قد نجحت في تحفظ مستهدفات موازنة العام المالي الحالي خلال نصفه الأول أهلاً بحضراتكم أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتفايل مذاكرة التفاهم الموقع بين وزارتين الاتصالات في كل من مصر وروسيا وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمية وقد أضاف مدبولي خلال لقائه وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي أن مصر تخطو خطوات مهمة ومتسارعة في مجال الحكومة الإلكترونية وميكانة الخدمات مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا وما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة من جانبه قال الوزير الصيني الروسي عفواً أنه استحب معهم ممثلين عن 12 شركة روسية تعمل في مجال التكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات ومن المأمول أن تشهد الفترة القادمة تعاوناً واستثمارات روسية في هذه المجالات أكد وزير المالية محمد معيت أن أجندة الإصلاح الضريبي تتضمن إصدار قانون تجارة الإلكترونية والضرائب على موقع التواصل الاجتماعية وإصدار تعديلات على قانون الضرائب العقارية وقد أشار وزير المالية أيضاً إلى أن الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعية هي جزء من الحصيلة الضريبية خصوصاً أن الضرائب تمثل نحو 75% من إرادات الدولة وقد أضاف معيت أن مصر قد نجحت في تحقيق مستهدفات موازنة العام الحالي 2018-2019 في مصف الأول حيث لم يتم طلب باعتمادات إضافية كما حدث في العام الماضي ترجمة نانسي قنقر قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارية الدكتورة هالة سعيدة إن المنطقة الاقتصادية لقناة سويس تعد أحد المشروعات التنموية الكبرى بالنسبة لمصر والعالم مشيرة إلى دورها المحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وقد أضافت السعيد أن المنطقة ستصبح مركزاً لوجستياً عالمياً كما أنها تسهم في تطوير الملاحة الدولية مشيرة إلى أنها تتكامل مع مبادرة الصين العالمية الحزام والطريق لربط التجارة العالمية وقد أشرت السعيدة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي وتراجع التضخم والنسبة البطلة قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن سوق المال في تشاور مستمر مع كافة الأطراف السوق لتعظيم الاستفادة من المنتجات المالية الجديدة التي انتهت إدارة البورصة من إطلاقها بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية وقد ذكر فريد أن إدارة البورصة قد غيرت من طريقة التعامل مع عملية جذب شركات جديدة للقيد بالبرصة عبر تتشين نظام جديد باسم CRM System حيث تم بناء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التي لديها رغبة في القيد بالبرصة وأضاف فريد أن إدارة البورصة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الإطار الحاكم للسوق المال وذلك من منظور سلسلة من القيمة المضافة نتحول إلى البورصة المصرية والتي واصلت تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيان من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار الأجنبية فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء وقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة بنحو 11 مليار جنيه عند الإغلاق ليسجل 818 مليار جنيه وسط دولات كلية بلغت نحو مليار ومائتي مليون جنيه تضمنت صفاقات نقل ملكية وقد انخفض المؤشر الرئيسي للسوق إيجي أكترتي بنسبة 1.78% فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط إيجي أكترتي بنسبة 1.56% أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم أن شركة النصر لصناعة السيارات المملكة للحكومة قد أبرمت اتفاقا مبدئيا مع إحدى الشركات اليابانية القبرى لصناعة السيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا وقد أوضح وزير قطاع الأعمال العام خلال كلمته في افتتاح مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2019 أنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر وقال أنه يتم تطوير شركة النقل والهندسة التابعة للوزارة للتوسع في إنتاج الإطارات من خلال الشاركة مع إحدى الشركات الأجنبية والتي لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفا إلى 900 ألف إطار نهاية هذه الوقفة الاقتصادية في بنوراما نيل وعودة لمحمد عبدالله لسكنال ما تبقى من بنوراما نيل إليك محمد شكرا ميرفت وأهلا بكم الجديد نعود لتفكرة بأبرز العنوين رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التموين الاستعدادات لشهر رمضان المعظم مصر وسطنة عمان توقعان عددا من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة المشتركة الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لمنع قناصيها من استخدام القوة المميتة ضد المتضاغرين في قطاع غزة أهلا بكم من جديد أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل لم تكن يوما أفضل مما هي عليه اليوم وأضف ترامب خلال استقباله للمرة الأولى نظيره البرازيلي جير بولسونارو في البيت الأبيض أنه يؤيد بشدة مساعي البرازيل في الحصول على انتيازات معينة في حلف شمال الأطلسي وتسعى البرازيل للحصول على وضعية حليف غير عضو في الأطلسي وهي خطوة أدنى قليلا من العضوية التمة كما أكد ترامب مجددا أن كل الخيارات تبقى قائمة لدفع رئيس البنزولي نيكولاس مادورو إلى التخلي عن السلطان أعرب وزير الخلاجات الصيني وان جي عن أمله في تعزيز التعاون مع باكستان وتحقيق التقدم في المشروعات المهمة في إطار مبادرة الحزام والطريق ومن بينها مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الباكستاني الزائر شاه محمود قريشي قال وعنك إن السلامة والاستقرار في منطقة جنوب أسيا يصب في مصلحة كل دول المنطقة أعتقد دائما أن سلامة واستقرار منطقة جنوب أسيا يصب في المصلحة المشتركة لدول المنطقة وهو أيضا أمل المجتمع الدولي إن الصين تثني على الجهود البنائثة التي بذلتها باكستان لتخفيف حدة التوتر وتهيب باكستان والهند مواصلة ضبط النفس وحل خلافاتهما من خلال الحوار من ناحيته أعرب وزير الخارجية الباكستاني الشاه محمود قريشي عن امتنان بلاده للدعم الاقتصادي الذي تتلقاه من الصين وأشكرها على جهودها في نزع فتيل الأزمة الهندية الباكستانية ويزور كورايشيا الصين لمدة ثلاثة أيام لبحث العلاقات الاقتصادية والتعاون الاقليمي بحثنا أيضا الوضع الناجم عن حادث بولفاما وكما قال وزير خارجية الصين يتعين على الطرفين إظهار ضبط النفس أعتقد أن العالم لاحظ أن باكستان مارست بالفعل ضبط النفس وتحلت بروح المسؤولية باكستان كانت وما زالت مستعدة للحوار بهدف حل كل القضايا العالقة أطلعت وزير الخارجية على الخطوات التي انتخذتها باكستان لضمان سلامة أراضيها وكذلك خفض التصعيد باكستان تثمن الدور الذي لعبته الصين مجددا في الوقوف بجانب باكستان في هذه الأوقات الصعبة ولهن نمعدنا مع أخبار رياضة ورغب أبو ليلى رغمك شكرا بك وحالا الوقفة الرياضية وأبرز ما فيها استبعاد حارس المرمى عامر عامر من معصر الانتخب الوطني وانضمام التلاثيق وغزال ووردة للتجربة اشتركوا في القناة